لا طريقة لك إلا طريقة الإيمان رجل في البادية أنجب أولاد ثلاثة فسمى الأول عبد الله والولد الثاني سماه عبد الله أما الولد الثالث فسمى عبد الله هو حر من قلة الأسماء حانت لحظة الوفاة الرجل لا يتحرك نظر في السقف أولاده قاعدين جنبه الثلاثة قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث وخرجت روحه نعمل مشكلة ده يروح بعدين دفنوا الأب نعمل إيه أن نروح للقاضي فين القاضي في المدينة توكر على الله على المدينة وهم في الطريق قابلوا أعرابيا ضل بعيره قال يا أهل الباديه واضح عليهم مشكلهم أما رأيتم بعيرا دي قالوا لا أبطيب جزاكم الله خير ومشي نادوا عليه قالوا تعالى أول واحد قال له بعيرك أعور قالوا نعم فرح الرجل قال إيه بدأ يصفوه يبقى إيه يبقى يصفوه الثاني قال له بعيرك أبتر دي له مقطوع قال له نعم فرح أكتر الثاني قال له بعيرك أزور يعني ما يلكد على جنبه قال نعم قال له لا والله ما رأينا بعيرك الكذب عن ميلاد قال لا بد أن أخذكم إلى القاضي قالوا احنا ريح روحا احنا أساسا رحل القاضي دخلوا على القاضي أيها القاضي هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي واصفوه وصفا دقيقا ثم أنكروا أنهم ما رأوا سأل القاضي قال له انت ليش قلت أنه أعور قال له البعير يأكل يمنة واسفة وجدت العشب مأكون من ناحية وحدة والناحية الثانية لا يأكل منها يبقى العين المبصرة بيأكل من ناحيتها والعين غير المبصرة سبحان الله العظيم لا يأكل منها الله طيب وانت قلت ليه أبتر قال له لو لوه ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال ولكن طالما أنه هو ذيل مقطوع فيتكوم البعر أكوام 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 وانا رأيت البعر مكوم أكوام قلت ذيله ايه من غير ذيل طيب وانت ليه قلت أنه أزور قال يعني بسيطة عمق أقدامه في الرمل من ناحية اليسرى أكثر عمقا من ناحية اليمنى قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك تكرع الله ما قضيتكم أنتم قال له لا انت ما اسمح قضيتك لديه قضية عجيبة سيبك من بعير وكلام البعير أبونا رحمه الله سماني عبد الله وأخي هذا عبد الله وأخي هذا عبد الله جي يموت قال عبد الله يارث عبد الله لا يارث عبد الله يارث ومات القاضي ضرب أخمس في أسداز يا الله طب يحل المعضلة دي ده تبيته عندي الليلة صلوا الصبح وانتيجوا على مجلس القضاء دخلوا في غرفة المضيافة أو الضيافة مش كده اسمها ايه في ليبيا طب المربع حراط المربع حدوى ده المربع وبعدين الصباح ايه الصباح رباح أول ما جلسوا وغلق عليهم الباب قال أحدهم هم أذكياء احذروا إن عينا تتجسس علينا القاضي بعتلكوا عين زي بالضبط انت عارف في أقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع الخمسة المجرمين واحد قال أنه كانوا ايه مجرم هو مش مجرم ولا غيره ده مخبر يدخل مخبر ونص يسمح كمتها يقول له سرق الدهب اللي سرقناه وبعناف السقل فلان يعرف القضية ويجي نادى تعالنت يدخل هو يخبر الايه الإدارة في عين تتجسس علي جاء الرجل الخادم بلحب وخبص مد عبد الله الأول يد لللحم قال احذروا هذه لحم كلاب يا الله القاضي قدم لنا لحم كلاب معقول والثاني قال ايه قال وهذا الخبز الذي خبز خبزته مرأة حامل في الشهر التاسع ده خبير خبير اجنة اعرابي خبير اجنة الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل قال والقاضي الذي سوف يخضي بيننا ليس ابن حلال نحن دخلنا كده اعراض ويا الله صباح الصباح صلوا بصفة وراحوا على مجلس القضاء العين اللي جابتها نجسس نقلت محضر الجلسة القاضي قال انت ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب قال ايها القاضي ان اللحوم التي نأكل تبدأ بالعض ثم اللحم ثم الشحر الضق او البقرة او الجموسة او الناقة او الشيء اللي نأكله تجد انت العض بعدين اللحم وبعدين الايه الشحر دون مفوغ الطائفة الكلبية والسبعية الاسد والذئب والكلب يجري ويعدو العض وبعدين الشحر وبعدين اللحم لان يكون عضلات من فوق عشان تكون قوية لان لو الاسد عنده شحر من فوق لا يقدرش يجري يعرق وما يقدر يموت سبحان الله راح نادى على الطباخ تعالى ابن الحلال انت اين قدمت للضيوف انت قبل المغرب لحظات تقولني فيه ثلاث ضيوف من البادية القطيع تأخر في البر ما جاء فما رأيته الا كلب القطيع فقلت دولة اعربة ويالله تكرع الله ده بحث له من كلب يا الله طب انت اين لجلكم ان الخمسة الخبز حامل في الشهر التاسع فقال له ايها القاضي رأيت الارغيفة منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية ولان المرأة بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيفة حول النار حتى يستوي من كل اطرافه فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقة القاضي اخوانا مين اللي خمس للخبز قالوا فلانا اللي حملت التاسع جينا للكارثة الايه الثالثة دي اقول لكم على ان شاء الله في المسابقة الجاي بإذن الله تعرفوها يعني هذين مصممين يعني وما الذي ادراكم والعياذ والله اني لست ابن حلال قال الرجل ايها القاضي ان قاضيا المسلم يأتيه اناس المتقاضون عنده اصحاب مشكلة يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيء من المسلمين يا الله اعتبر كده قاضي مش تمام دخل القاضي الى امه فقررها فاقرت خرج القاضي ليدلي بالحكم الحكم بعد ايه لا بعد سؤال الام عندما لكنت من قال انه لحم كلاب عبدالله قال الان قال انت تارث ومن قال ان الخبز ده خمزته امرأة حامل في التاسع عبدالله قال انت تارث ومن قال انني كذا قال انا قال انت لا تارث قال لماذا قال انه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله رجع عبد الله الأول والتاني إلى أمهم قالوا يا أمي من هذا مين عبد الله أخونا ده قالت والله بصراحة أبوكم رحمة الله عليه وجده أمام المسجد طفلا صغيرا ملقى فأخذه وأتى به إلى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبد الله